السلام عليكم اش حالكم يا حلوات انا اسموية حارب بيوتي بلكر من الامارات دبيل وحياكم الله على قناتي على اليوتيوب فيديو اليوم بيكون دراج ستور هول او مشترياتي من الدراج ستور ما شا سويت مثل هالفيديو من قبل على قناتي فهذا اول فيديو اسوي بس في ملاحظة اتوقع ان الفيديو شوي بيكون طويل فاذا انت فاضية ليسي طالعي ايضا مفاضية انا اسفة يمكن شوي يكون هالفيديو طويل بس بحاول قد ما اقدر اني اختصرها مشترياتي هذي كلها من سنتر بوينت بما انها سنتر بوينت هم اللي بيون لدراج ستور عندنا في الامارات فبراويكم شو الاشياء اللي اشتريتها من هناك من بوجوار ايرمات هالفاونديشن وايد مسوي ضجة وايد يوتيوبرز جربوا بلوغرز فاتحمس وقلت اجربا هذا الايرمات هم مكتوب علينا ايرمات هم مخصص للبشرة الدهنية جربت لينا الحين ثلاث مرات بعدني ما كنت عن راي كامل بس اعتقد انه اذا بشرتش جافة تحتاجين ترطيب قوي قبله اما اذا بشرتش دهنية فانتي في السل بودرة من غيب لون اسمها فوتوريدي هذي بعد كتتحط عيني عليها من فترة فيوم شفتة اتحمس اني ااخدها هذي درجتها لايت ميديم 20 بجربها وبشوف من ماكس فاكتور خدت مسكرة فيلبيت فوليو هذي في العلبة السودة يوم شفت الستانت مالهم هذي من البست سيلر عندهم فاخدتها من ميكا فاكتوري خدتها البرونزر بصراحة خدت عشان النكش اللي عليه ولون البونزر حبيته فاتحمس اني ااخده علشان اجربه الان الحين ما جربته من NYX خدت باكت بلاش وايد حبيت لونه شي وردي وجربته مرتين صراحة لون قوي وثابت هلأ عيبني فيه شكلي برجع باخذ من الوان ثانية من ماركت مسلين اعتقد شي اسمها خدت تريو ثلاث ايشادوات انا احب هاي الدرجات جربتها مرة واحدة وكانت جميلة في منها بدرجات وايد متنوعة حبيت البيمنتيشن مالها وسهولة توزيحها طبعا انا استخدم ايشادوات كلها فوق برايمر وشرتها صراحة تابتة من ماركت غوش خدت روجين مات الاولي هذا لونه اعطيكم اياه لونه غاد على وردي نود ما ادري اذا يبين واللون الثاني شوي غاد على وردي خفيف او شوي وردي اغمج من الاولي هذا لونه الاحط حين وانا احطهم مالهم مبهل كثر بس تركيبتهم مات وكريمية من لوريال خدت هاي بودرة الحواجب استغبت يوم شرتها عندهم لانا ماتش شرتها من قبل في منها بدرجتين البلت او العلبة فيها واكس وفيها البودرة نفسها انا خدت الدرجة الاغمج في درجة افتح من هاي وبعد من انوايرس خدت اتش دي كونسيلر جربت مرة واحدة الدرجة CW05 حبيت انه ثاطيته ميديم لكنه وايد خفيف انا استخدمت التحت العيون وفي ناس الوقت عطاني اضاءة استخدمته مرة واحدة فما اقدر بعد اني احكم عليه بعد من ماركت غوش خدت جحال نون حبيت انه راد على بيج ومب ابيض لداخل العيون بعد هذا بعد ما جربته وحق الحواجب خط من NYX سمت انه هذا اقرب شي القلم انستازيا وايد انا احب القلم انستازيا الحواجب تشي فيه راس الفرشة وراس القلم نفسه خط درجة توب عشان اجربه واشوف اذا هو فعلا نفس انستازيا ولا لا من مسلين خط انا على فكرة ما احب وايد استخدم القلوسات بس احاول بين فترة ثانية اني استخدمهم شفت هذا اللون وايد حلو شي وردي نود خفيف فقلت ااخذ اجربه من غيبين بنزلين كليكشن ريد من الارواج اللي عيبني فيها الارواج اني ريحطهم وايد حلوة خطت لون شي احمر حبيت صراحة لونه وتركيزه والبيمنتيشن ماله وايد حلو وبسرعة يتوزع من ايزادورا خط هاي البلت اللي فيها برونزر وهايلايت في منها درجتين ثانيات في منها ويا بلاش بس حبيت درجات هاي البرونزر والهايلايت وايد وايد خيائبتني فخدت رقمها ثري نود من كراجا خدت هذا الروج اللي هو على شكل قلم احب هاي الارواج لاني ممكن استخدمها كمحدد او اساس الارواج ثانية اللون نود وايد وايد اللون حلو تلاحظون ان انا احب هاي الدرجات النود وايد ايميل لها وايد استخدمها اما من نوبة خط هايلايت لون ذهبي وايد حبيت هال هايلايت استخدمت بعد اعتقد مرتين مرتين استخدمت وايد حلو يتوزع ما انه في شوي قلتر ذهبي بس ناعم على البشر ويتوزع بسفولة ومن كراجا بعد خدت ميك اوب فكسر استغبت يوم شفته قلت اشوب اذا هو بديل الاربن ديكاي احلى حاليا بالنسبة لي احلى متبت ميك اوب فقلت يمكن هذا يكون بعد مثله وبعد من ميك اوب فاكتوري خدت هاي البلت الصغيرة للعيشدوات انا احب هذي الدرجات اللي هي رادة على البرتقالة على البنفسجي على النود تاريبني في عندهم وايد من هالبلتات انا حبيت الوان هذي وبعد جربتها لنا حينه مرة واحدة وبشكل عام عيبتني من نوبة خدت الروج السائل هاذ اللي تحطينه ينشف بعد تشوفون اللون نود اللي انا الحينه ما استخدمته هو نود رادة على وردة شفته انا وايد احب هاي الالوان واما من ماكس فاكتور فاخدت هذا البرايمر انا مجربة الفونديشن اللي بها الشكل ووايد احبه من ماكس فاكتور فا يوم شفت هالبرايمر تحمس اني ااخذة جربت ثلاث مرات الىنا الحينه ووايد حلو يرتب البشرة في نفس الوقت يثبت الفونديشن ويخلي شكله مخملي وحلو من NYX خدتها الروج السائل تشوفون اللونه شي احمر وحلو ما جربت لنا حين ارواتهم هاي السائل اللي هي تنشف ما حصل صراحة درجات وايدة هاللون الوحيد اللي شفت انه حمسني فاخدت وقلت اجربة وخدت بعد من برجوة بوش اوب مسكرا هذي انا وايد احبها وتكلمت عنها كذا مرة الووتر بروف بعد انا تعيبني احسبها تثبت لرموش اكثر من الفيرجن العادية فهم شفتها خدتها من Real Techniques خدت هاي الفرشاتين مثل هذي كانت عندي وحدة بس الهندل هذا مالها كان وردي فاتح ماذا يغيروه ما عشو اللي اغيرو فيها بس هذي ويت احبها التثبيت الكونسيلر بالبودرة او التوزيع الهايلايت وهذي حبيتها حق الكونتور واخر شي ميكب رموفر وايبس من NYX اسمي بيغان شفته كنت خلق اخذها جربها الهوزين ولا لا بشكل عام انا احب الميكب واربس عشان اخوز الميكب اذا انا تعبان وابا بسرعة اخوزه والعقب اغسل ويهي بالغسول العادي وهذي كانت يا حلوات المنتجات الاخيرة اللي اشتريتها من الدراج ستور او من سنتر بوينت اللي جربتها منهم قدت لكم عن تجربتي عنها بشكل مبدئي واللي ما جربت بعدني بجربة وكلهم بخبركم عن غايفيهم على الانستجرام وبعد بكتبلكم هاي المنتجات في صندوق الوصف تحت اتمنى تكونون استفدتم من هالفيديو ولا تنسون اللايك والكومنت اذا عندكم اي استفسار وبعد سبسكرايب عشان يوصلكم كل يديد ينزل على قناتي مالسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة